اهلا بكم تحت رعاية مصرف البحرين المركزي انطلقت فعاليات قمة المدفوعات الالكترونية والخدمات المصرفية عبر الانترنت برئاسة رئيس مجلس ادارة بورصة البحرين عبدالكريم بوتشيري وحضور 300 مصرفي وتقني من خبراء التكنولوجيا المالية على مستوى البحرين والمنطقة التفاصيل مشاهدين في تقرير الزميل محمد الجيوسي ايجاد حلقة وصل تكاملية بين القطاع المصرفي والتكنولوجيا المتطورة عنوان قمة المدفوعات الالكترونية والخدمات المصرفية عبر الانترنت والتي التأمت عملها في المنامة لاستعراض جوهرية تبني التكنولوجيا المالية كمسار توري لمنص منه في عالم التقنية الحديثة بغية انتشال المؤسسات المالية من كبوة الخدمات التقليدية والنظر مليا في ابتكار حلول مصرفية ومدفوعات مالية في بيئة رقمية منظمة وآمنة المصرف المركزي خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 بدأنا نلمس تغيرات في السوق وتطورات جعلت أننا ندخل تغيرات وتشريعات جديدة في المدفوعات وفي العمليات للبنوك وهذه التطورات أو التشريعات الجديدة اللي أدخلناها ساهمت في تراخيص ما يعادل 15 شركة جديدة المنتمر هذي طبعا يجي متزامن تماما وفي وقت المناسب للتطورات اللي عم تحصل في الصناعة المصرفية تخص بالمدفوعات الإلكترونية فأعتقد أن البحرين طبعا كانت مركز مالي من السبعينات إلى الآن لكن مركز مالي تقليدي لكن الآن الصناعة تطورت ويجب أن نكون سريعين في احتواء التطورات اللي تحصل في المجال هذي ويتوقع مراقبون أن يصل حجم صناعة التكنولوجيا المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط إلى 20 مليار دولار بحلول العام 2020 مع تدشين أكثر من 250 شركة متخصصة في مجال الفينتيك بنسبة نمو لا تقل عن 71% أرقام تدل بحد ذاتها على مدى الاستيعاب السريع لشريحة المستهلكين لأحدث ما ستتوصل إليه التكنولوجيا في عالم المدفوعات الإلكترونية في منافسة شرسة وخاصة من دبي ولكن باعتقادي البحرين مع أنه إحنا ماركت أصغر بس باعتقادي عنا المواهب خاصة المحلية في البحرين والمفروض أن يكون أسرع في التجاوب لهذه التحديات إن شاء الله بقيادة البنك المركزي بقيادة الإيكوناميك ديولومن بوعد إنه البنوك اللي هي تكون حوالي 17% من الجي دي بي في البحرين إنه تتجاوب وإحنا قاعد نشوف يوم بيوم أكثر التوعية تزيد عن قطاع الفينتك وبالأخص قطاع الإي بيمينت والأونلاين بانكينج طبعاً البنك المركزي عنده تشريعات معينة بخصوص البيمينت اللي يسمونه البيمينت سوفيس بروفايدر لايسنس وقاعد نشوف في إقبال وازدياد من الشركات أنها تقدم على البنك المركزي يقول الله سبحانه وتعالى خدمات دفع الفواتير والمحافظ الإلكترونية وحلول الدفع المبسطة كلها بدايات بسيطة في صناعة لم تعد حبراً على ورق أو مجرد تطبيق على هاتف ذكي بل أضحت منصات لخدمات دفع متكاملة مع توجه الشركات الناشئة إلى عصر الصيرفة الرقمية وأتمتة المعاملات المصرفية في مختلف نواحي الحياة المجتمعية أعلنت شركة البحرين التسهيلات التجارية عن نتائجها المالية لعام 2017 حيث أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغت 20.7 ملايين دينار بزيادة قدرها 4% وقد راحب الرئيس التنفيذي الدكتور عادل أحبيل بالنتائج المالية التي حققتها المجموعة مؤكداً مواصلة الشركة التركيز على الأسواق التي تنشط بها والبحث عن فرص استثمارية المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي حققت شركة البحرين للتسهيلات التجارية نتائج استثنائية رغم كل التحديات الأمر الذي يدل على متانة نموذجها التجاري وحجم الجهود المبذولة في ظل ظروف السوق السائدة والمتقلبة وبهذه المناسبة نوه رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبد الرحمن يوسف فخرو عن بالغ فخره بدعم عملاء الشركة والمساهمين فيها وثقتهم الكبيرة ودور كافة موظفيها في تحقيق هذه النتائج المالية المتميزة والتي أثبرت عن تحقيق هذه النتائج أحب أن أقول لك أن الشركة حققت الأرباح بجهد والشكر مرجوع إلى الإدارة التنفيذية التي تضامت بالواجب وأكثر من الواجب وأيضاً لا ننسى دور مجلس الإدارة والأخوان كأعضاء مجلس الإدارة في التعليم إلى نجاح الشركة الشركة إن شاء الله في تطور مستمر عندنا يعني مثل ما ذكرت سابقاً أننا الآن في السنة مثلاً دخلنا في الكار ليزنج بتأجير السيارات وأيضاً قاعدين نفكر في أشياء ثانية ما تحددت إلى الآن بس قاعدين نفكر بالتطور طبعاً وصلت شركة البحرين للتسهيلات التجارية النموها الصحي فيما يخص في الأرباح وكذلك فيما يخص الأسيتس للشركة وطبعاً في عام 2017 حافظت الشركة على موقعها الريادي فيما يخص المنتجات التي تقدمها سواء كان عن طريق تسهيلات البحرين أو الشركة الوطنية للسيارات أو شركة التسهيلات للسيارات أو كذلك شركة التسهيلات للتأمين أو التسهيلات العقارية فالحمد لله جميع هذه الأنشطة استطاعت أن تحقق نمو وتحقق زيادة في الأرباح في عام 2017 على رغم جميع التحديات التي فرضها له واقع السوق في عام 2017 هذا وقد أقرت الجمعية العمومية لشركة البحرين لتسهيلات التجارية توزيع أرباح نقدية تقدر بنسبة 50% من رأس المال المدفوع أي 50 فلسا للسهم الواحد والبالغة أكثر من 8 ملايين دينار وتمثل الإيرادات الصافية المتحققة في العام 2017 عائدا على حقوق المساهمين يقدر بنسبة 15% والآن نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة نهاية التعقدات هذا اليوم ونبدأ مع برصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام للبحرين عند مستوى 1315.13 نقطة بانخفاض وقدره 12.21% عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليون وخمسمائة واثنين واربعين ألف ومائتين وستة وسبعين سهم بقيمة إجمالية قدرها 396.913 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 22.50 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة من نسبته 23.67% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة وننتقل الآن إلى أغلاقات الأسواق الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7900 نقطة بانخفاض وقدره 0.53% أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6603 نقاط كما هو موضح على الشاشة بانخفاض وقدره 0.24% وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد كانت الرابح الوحيد بالنسبة لتداولات هذا اليوم بإغلاقها عند مستوى 4774 نقطة بارتفاع وقدره 0.31% في خبر آخر التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مدينة نيويورك عددا من الرؤساء التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي لسوفت بنك مسايوشي سن ومديري كبرى الشركات الأمريكية التي استثمر فيها صندوق رؤية سوفت بنك واجرى خلال اللقاء استعراض المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق رؤية سوفت بنك والفرص الاستثمارية المرتقبة وسيلتقي ولي العهد السعودي في محطته التالية في نيويورك شخصيات بارزة من وولستريت الذي توجد به بورصة نيويورك والكثير من الشركات المالية الأمريكية الضخمة بالإضافة إلى لقاء ممثلي البنوك الأمريكية رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي السابة معدلات الفائدة عقب رفع الفائدة الأمريكية واعتقدت بأنها سيكون إيجابيا على البنوك السعودية كونه سيمنع خروج رؤوس الأموال من المملكة هذا ما أكدت عليه وكالة موديز للتصنيف الاعتماني وأوضحت موديز في تقرير لها أن تحسن الظروف التمويلية والسيولة منذ العام الماضي أدى إلى تضييق الفارق بين السايبر والليبر إلى أدنى مستوى منذ عام 2009 مشيرة إلى أن السيولة تحسنت بنعم من ارتفاع أسعار النفط وازدياد إصدارات السندات الدولية وعلى سياق مستصل قالت كوديز أن رفع مصر في الإمارات المركزي معدلات الفائدة سيكون إيجابيا على البنوك الإماراتية لا سيما هامش صاف الفائدة وإلى الإمارات حيث تم الإعلان عن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى في مشروع محطات براكل الطاقة النووية السلمية فيما تتركز الجهود الحالية في التحضيرات والاستعدادات التشغيلية ويعد مشروع محطات براكل الطاقة النووية الأكبر من نوعه في العالم من حيث بناء أربع محطات متطابقة في نفس الوقت وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5600 ميجاوات وجاء الإعلان عن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى خلال احتفالية وقيمة بحضور الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية في موقع العمليات بمنطقة الضفرة في إمارة أبو ظبي هذا وتولت شركة كيب كول كوريا الجنوبية مسؤولية التصميم والإنشاء والتشغيل لأربع محطات للطاقة النووية وبلغت قيمة العقد نحو 20 مليار دولار النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل ارتفاع ثروة مؤسس أمازون بنحو 4.7 مليارات دولار مع مكاسب وول ستريت تبدأ آلاف الوظائف بالهجرة من بريطانيا إلى مختلف أنحاء دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الشهر المقبل وذلك على الرغم من المفاوضات الناجحة التي تقودها رئيسة الوزراء تيريزامي والتي تمكنت من خلالها من تحقيق العديد من المطالب التي تحافظ على القطاع التجاري والاقتصادي البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكسيت وقال ستيفن جونز الرئيس التنفيذي لأحد الشركات المالية الكبرى إن خطط الطوارئ ربما تؤثر على آلاف الوظائف في المرحلة الأولى منها لكن الخطر الحقيقي هو أن الرقم سيزداد مع الوقت وصلت العملات الإلكترونية تراجعها خلال آخر التعاملات وفقدت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 27 مليار دولار في غضون ساعات قليلة ومع انخفاض البيتكوين أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية تراجعت قيمة العملات الإلكترونية الإجمالية عند 293.9 مليار دولار حيث فقدت 27 مليار دولار بعد أن كانت وصلت إلى مستوى 320 مليار دولار في وقت سابق من التعاملات وكان موظف وكالة الأمن القومي الأمريكي السابق إدوارد سنودن قد حذر من وجود ثغرة تنتهك خصوصية المستخدمين في تعاملات العملة الإفتراضية بيتكوين ونقل موقع كوين ديسك عن سنودن قوله أن المخاوف بشأن الخصوصية أكثر خطورة من القيود الخاصة بحدود التعاملات بعملة بيتكوين التي تتحكم بعدد المعاملات التي يمكن للشبكة إنجازها في ذات الوقت والآن نلقي نظرة سريعة مشاهدين على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية موسيقى أخيرا ربح جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون وأغنى رجل في العالم نحو 4.76 مليار دولار بعد أن سجل مؤشر داو جونز أكبر مكاسب يومية في عامين ونصف ودعمت مكاسب سهم شركة أمازون ثروة مؤسسها حيث ارتفعت في ختام التعاملات الأخيرة بنحو 4.38% إلى 1555.9 دولار حيث ربحت مايو عادل 60.30 دولار وكانت الأسهم الأمريكية تعافت من التراجع الحاد الذي سجلت في نهاية الأسبوع الماضي حيث شهدت أسوأ أداء في عامين بفعل المخاوف التجارية بعد الأزمة الراهنة بين الولايات المتحدة والصين بسبب التعريفات الجمركية وبذلك وصلت ثروة بيزوس إلى مستوى 129 مليار دولار حيث ربح منذ بداية 2018 أكثر من 30 مليار دولار وفي ختام جولتنا الاقتصادية نذكر بأبرز ما جاء فيها انطلاق فعاليات قمة المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت بتنظيم من مصرف البحرين المركزي الجمعية العمومية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية تقر توزيع أرباح النقدية بنسبة 50% وكالة بوديزي الاعتمانية تؤكد أن رفع سعار الفائدة بين البنوك السعودية أمر إيجابي للوضع الاعتماني في البلاد دولة الإمارات العربية المتحدة تعلن اكتمال أولى محطات مشروع براكة البطاقة النووية وتستعد لمرحلة التشغيل نشكركم على طيب المتابعة ونرحب دوما بتواصلكم معنا عبر بريدنا الإلكتروني شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء